الحمد لله رب العالمين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم تأملوا في كرامة الله تعالى هذه الكرامات لا تنتهي في رمضان كرامات عظيمة ثم بعد رمضان تأتي هذه الكرامة تريد أن تكون ممن يكتب الله تعالى لهم صيام الدهر كله كأنك صمت عمرك كله حافظ على هذه السنة العظيمة من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال تصم ستة أيام مشاري شوال إما متتابعة أو متفرقة ويجوز أن تصم من ثاني يوم العيد فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر يعني إذا فعلت هذا في كل سنة كأنك صمت عمرك كله لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها فاليوم عن عشرة أيام إذن ثلاثين يوم من رمضان عن ثلاثمائة يوم وستة أيام بستين يوم هذه ثلاثمائة وستين يوم فإذن كأنك صمت السنة كلها وهكذا تفعل هذا في كل سنة فيكتب لك صيام الدهر كله فهذه كرامة عظيمة من ربنا جل وعلا ويجوز لمن كان عليه قضاء مثل المرأة إذا أفضرت من رمضان وأرادت أن تصوم ستة من شوال يجوز لها أن تقدم صيام الست من شوال على صيام القضاء عند جمهور العلماء ولعله يعني هذا الأمر يكون أيسر للمرأة لأن المرأة تأتي عليها العادة في شهر شوال مثلا ثم عليها أن تقضي ما عليها من رمضان ثم تصوم ستة أيام فربما يضيق عليها الأمر فيجوز لها أن تقدم الست من شوال وتضمن الأجر ثم بعد ذلك القضاء موسع إلى شعبان إلى ما قبل رمضان الثاني ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ويبعد من عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك كل الصيام المستحب في السنة فلا شك أن عائشة كانت تصوم الست من شوال وسائر الأيام لكنها كانت تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان فهنا تقضي ما عليها من أيام فنسأل الله تعالى من فضله ونسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا من المداومين المستمرين على الصيام وتلاوة القرآن بعد رمضان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين